أهلا بكم تابعين كناتي كناة مصر الآن أهلا بكم في فيديو جديد وخبر جديد وخبرنا بيقول صينيون يبتكرون طريقة جديدة للترحيب خوفا من عدوى كورونا لقد تخلى الناس في الصين عن المصافحة التقليدية وبدأوا في ابتكار طرق جديدة للتحية مع بعضهم لبعض من خلال النقرة على أقدامهم معا لتجنب انتشار فيروس كورونا وأظهرت مقاطع فيديو شائعة سكان المدينة الصينية وهم يستخدمون أحزيتهم للمس أحزية الآخرين أثناء لقاءاتهم كطريقة بديلة للتعبير عن الترحيب بدلا من الطريقة التقليدية المعروفة عالميا بالبوس والأحضام لتجنب عدوى فيروس كورونا وتم وصف الشكل الجديد للتحية الاجتماعية على أنها نظرة خاطفة على القدم ويظهر أحد مقاطع الفيديو الشائعة رجل يرتدي قناعا للوجه يخرج من مركبته لمقابلة عدة أشخاص ولكن عندما مد أحد ضيوفه يده للمصافحة فقد أشار إليه على التوقف ثم تبادل الإسنان تحيتهما من خلال النقر على أقدمهم مرتين مرة واحدة بالقدم اليمنى ومرة بالقدم اليسرى والشعب الصيني لم يعد الشعب الوحيد الذين تبنوا طريقة الترحيب بالقدمين في إيران البلد الذي يوجد بها ثاني أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا يظهر مقطع فيديو الأشخاص الذين يستخدمون النهج المبتكر للتحية للوقاية من العدوى كما نشر الفنان راغب علامة فيديو طريف عبر حسابه على تويتر يظهر قيامه بمصافحة بالقدمين وعلى كالفنان راغب علامة على المقطع المصور كاتبا أيام الكورونا بعدما ظهر هو يتبادل الرقلات مع أحد أصدقائه كشكل جديد من إلقاء التحية يذكر أن منظمة الصحة العالمية والحكومات كافة تشجع على جعل الإنسان مسؤول في مكافحة الفيروس من خلال اتباعهم لإجراءات وقائية كغسل اليدين وتجنب التجمعات والاختلاط أو المصافحة والقبل أما في ألمانيا فرفض وزير الداخلية الألماني مصافحة المستشار الألماني أنجيلة في مؤتمر صحفي أمس وسط مخاوف من انتشار الفيروس لتضحك أنجيلة وتحيي الحاضرين عن طريق رفع يديها في الهواء الأمر الذي لقى تشجيع كثير من الخبراء قائلين أن تحيي رفع اليدين قد تكون الأفضل في الوقت الحالي وفي يوم السبت الماضي حرس الفنان اللبناني جورج وصوف على تعليق لافتة على مدخل عزاء والدته يمنع فيها التقبيل والأحضان لتجنب انتجار فيروس كورونا والتقطت صورة لللافتة التي تم وضعها على مدخل العزاء وكتب عليها عزرا حفاظا على الجميع يركى عدم التقبيل التوقيع كورونا ونذهب إلى الصين مصفف الشعر في الصين يحلقون عن بعد لتجنب كورونا ورد مؤخرا فيديو لطيف من داخل صالون الحلاءة للرجال ومصفف الشعر للسيدات في الصين وهم يديرون أعمالهم عن بعد لتجنب الإصابة بالفيروس وبحسب موقع ديليميل البريطاني فقد توصل الحلقون الصينيون إلى طريقة مبتقرة لتصفيف شعر عملائهم مع الحفاظ على مسافة آمنة وسط تفشي فيروس كورونا باستخدام أدوات الحلاءة متصلة بنهاية عصى طويلة تم التقاط مقطع الفيديو لمصفف الشعر الذين يرتدون أقنع واقية وهم يمسكون أعمدة طولها أربعة أقدام ملفوفة بالفرشاه وآلات الحلاقة ومغفف الشعر وقال صاحب صالون حلاءة من مقاطعة خنان بوسط الصين للصحفيين الأدوات لا تعمل جيدا كما تمسكها بيدك ولكن هذا من أجل سلامتنا نحن والعملاء ومنذ نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جمع أكثر من مليون إعجاب كتب تعليق واحد أنت بحاجة إلى أزرع قوية لتكون مصفف شعر في هذه الأيام وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخي الأخبار المصرية والعالمية اشترك في القناة